رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قد جاء عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبعثون رجالاً لتسوية الصفوف ألا يدل ذلك على جواز فعل أو تسوية الخطوط التي تكون في فرش المساجد والتي أنكرها بعض العلماء المعاصرين هذا تكلف نعم أنكرها لأن أتكلف وأيضاً المعمومين يعتمدون عليها ولا يهتمون من أنفسهم ويعدلون الصفوف ويحاذون بين المناكب والأكعوب المطلوب من المعمومين هم أنهم يجتهدون في هذا ما لا حطيت له الخط ما يتسوي شيء بد نعم وأيضاً لأنه ربما إذا ما كان عنده خط أنه ما يبالي يتسل على هذا الخط ما هذا محدث ولا ومن تكلف أيضاً ويدل على عدم اهتمام المعمومين أنهم لازم يرسم لهم خط نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة